بيان من الديوان الملكي جاءنا من المحكمة العليا البيان التالي الحمد لله وحده وصلاة والسلام على من لا نبي بعده كانت الأعناق تشرئب لسماع هذه العبارة إذانا بدخول شهر رمضان المبارك أو بدخول أول يوم عيد الفطر المبارك حينما نسمعها بصوت المذيع المتألق الجميل الدكتور سليمان العيدي في بودكاست آيات خصصنا حلقة مع هذا المذيع المتألق لنتعرف من خلاله مع رحلته الطويلة في البرامج القرآنية الإعلامية وأيضا في رحلته الإعلامية المهمة التي يجب على كل مهتم بالإعلام ومهتم بالشأن الإعلام السعودي أن يتعرف عليها الله يحييك دكتور سليمان وأنا سعيد جدا بلقائي معك في بودكاست آيات عبدالعزيز شكرا لقناة آيات وبودكاست آيات أن تعنى بمثل هذه اللقاءات التخصصية التي أتمنى النجاح لها إن شاء الله فهي الحقيقة فاكهة المشاهد والمستمع الذي سيجد مادته العلمية من خلال الاستضافات التي أجزم إن شاء الله أنك ستجد من الضيوف ما يثري ثقافة هؤلاء المتلقين إذاعة وتلفزيون الله يحييك أبو عبدالله وكما تعلم البودكاست يعني فيه شوية رياحية وحتى نكون نستطيع أن نأخذ من الضيف أكبر قدر ممكن من الحكايات والمعارف والسبرات أبو عبدالله من هو سليمان العيدي أين ولد ما هي نشأته أسرته التي تربى وثرعرع في كيانها أنا ولدت في محافظة عيون الجوا في القصيم في عام 1376 الإجرة درست المرحلة الابتدائية وبدايات المرحلة المتوسطة فيها ثم انتقلنا مع الأسرة مع الوالد عليه رحمة الله إلى حفر الباطن فبدأت مرحلة المتوسطة والثنوية في المعهد العلمي بحفر الباطن يعني هذه بدايات ثم انتقلت بعدها في أواخر بدايات التسعينات الهجرية إلى كلية الشريعة بالرياض واستمرت في ذلك الوقت نحن نريد حفر الباطن ونجس شوي أبو عبد الله طيب وتحدثنا عن ذكرياتك الطفولة نشأتك في حفر الباطن ما الذي تغير عندك بين عيون الجوا وبين حفر الباطن يبدو حتى الطقس مختلف أيضا بين المنطقتين سبب الانتقال هناك هذه كلها مهمة في تكوين شخصيتك الكريمة خليني بس أقول لك إيش صرف الانتقال من عيون الجوا إلى حفر الباطن الوالد عليه رحمة الله كان حافظا للقرآن الكريم كان إماما لمسجد الصفات في عيون الجوا وعمره الحقيقة حافظ القرآن في السابع عشرة أو الثامنة عشرة ثم بدأ مشواره في إمامة الناس في صلاة الفروض والتراويح والتهجد في المحافظة بعد مضي فترة طويلة جدا وتوفي جدي عبد الله عليه رحمة الله ارتاء من انتسب إلى القصيم من أهل حفر الباطن أن يجدوا إماما في حفر الباطن اللي يا أمه في مسجد جديد واختير له فكلموا الوالد وقالوا له يعني نحن سعداء أن تكون إماما في حفر الباطن حافظ القرآن ولديك من الحضور ولديك كذا فعزم الرحيل فأخذ أبناه عبد العزيز وسليمان أبراهيم وخواتي ووالدتي وقطعنا المسافة برا لم يكن هناك خطوط سريعة بين القصيم وحفر الباطن كان عن طريق النفوذ الزلفي ونفوذ سامودة وهذه المناطق لم تكن مكتملة الخطوط اليوم الحمد لله شبكة الطرق الملكة مختلفة تماما عن ذي قبل لكن في الثمانينات الهجرية في ذلك الوقت كان الطريق متعب بالنسبة أخذنا ليلتين حتى وصلنا في الطريق إلى حفر الباطن نعم بدأت في حفر الباطن طبعا أنا نجحت من المتوسطة الأولى لازم أدخل الثانية قال لي الوالد لا نحن الآن نريد أن تبدأوا أنت وأخوك في المعهد العلمي في حفر الباطن من البداية فضعت سنة وبدأنا الحقيقة المشوار في المعهد العلمي المتوسطة والثانوية والحقيقة أمضينا ست سنوات ثم تخرجت بعدها والله الحمد يعني تجد فيها كثير من الذكريات ومن العلاقات مع الأصدقاء والزملاء والمدرسين وأثرت الحقيقة هذه الفترة ثقافة سليمان كان الحقيقة سليمان لصيق بوالدي جدا يعني لك أن تتصور أن سليمان في فترة رمضان أحيانا في صلاة التهجد يعني يجلس يقرأ الحديث على المصلين يا السلام هذه بوادر علامية يعني فأنا يعني كان يختارني الوالد أن أقرأ في استراحة ما بين الركعات الأربع والركعات الأقيرة في صلاة التهجد فعطت لي المراس في القراءة وكذا المعهد العلمي الحقيقة يهتم باللغة العربية يهتم بالثقافة الدينية ولذلك يعني أجزم إن شاء الله أنها كانت بدايات جيدة لما وصلت لي الحمد لله هل كان لك نشاط بالمعهد العلمي يتعلق بالإذاعة؟ هما يعني نشاط نشاط التخصص والهواية أنا كنت عب بالميكروفون في ذلك الوقت عبدالله العليان الله يمسي بالخير مدير المعهد العلمي رسال عبدالله أبو خالد عبدالله العليان أبو خالد في ذلك الوقت ارتقى أن سليمان يصلح أن يكون مذيع لإذاعة المعهد العلم فكلفني بأن أعد نشرة أخبار وأنا وقتها يمكن في ثالث متوسط قال لي شو رأيك أنك أنت الآن تبدأ تقدم نشرة أخبار كل يوم الصباح عزمت الأمر وبدأت أسجل نشرات إذاعة العياض في ذلك الوقت لأن كنت أستمع جيد كنت أسجل لبعض المذيعين سجل لشيخ محمد السبيل على رحمة الله الشيخ عبدالله خياط والشيخ عبدالله قليفي وعندي كان مكتبة صوتية في ذلك الوقت وأنا في المعهد العلمي والله نقلت من بيت إلى بيت حتى حاولنا أن نلملم فيها ما استطعت كثيراً لكن هذه الهواية على ضوءها بدأت تسجل نشرات الأخبار في عهد أذكر الملك فيصل عليه رحمة الله وآتي في الصباح أقرأ نشرة الأخبار الساعة السابعة صباح من قبل أن يتوجه الطلاب إلى فصولهم فنقدم نشرة الأخبار بصوت سليمان العيد أعطيتهم فكرة مباشرة وأنا في السنة يمكن الأولى ثانوي مدير المعهد قلت له ما رأيك نوجد إذاعة للقرآن الكريم في حفر الباط قلت لي كيف قلت له يعني أنا عندي مسجل وأنا أحب عبدالباصط وأحب المنشاوي فما يوم نقدم عبدالباصط ويوم نقدم الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبدالباصط قال لي على بركة الله فافتتحنا إذاعة تسبق البرنامج الصباحي السبعة يبدأ السادسة ونفس صباحا في حظر الباط وأطلع من بيتي مع الظلام ومع الغلس إلى المعهد طريقة على القدمين وأفتتح إذاعة المعهد العلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سميناها إذاعة القرآن الكريم من المعهد العلمي وكل يوم يسمعوا صوت مرى سورة يوسف مرى سورة الرحمن مرى سورة مريم يعني صوت عبدالباصط جميل في التلاوات لكن الصوت يستمع حتى خارج المعهد خارج المعهد عفر الباطل كله يسمع كلها تسمع إي لأن مكربولات خارج المصورة أو موجودة على زوايا المعهد الذي يسمع ومحافظة صغيرة في ذلك الوقت ما كان فيها عادل السكان لا يتجاوز سلتين ألف أربعين ألف خمسة ثلاثين ألف المباني قليلة جدا ما هو أسر هذه التلاوة على أهل الحفر ما نكسات والصدى في ذلك الوقت ما كنت أعرف إيش الصدى لكني أعرف أنه قبل حوالي يمكن ستة أشهر عبدالله العليان كان يحدثني قال لي يا أخي الناس معجبين بإذاعة القرآن في حفر الباطن قلتوا إيش؟ قال الناس يتذكرون أنه كان بالمعهد العلمي إذاعة القرآن الكريم في المعهد العلمي معناته كان النشاط العلمي يعني له أثر وكنت أقرأ أيضا الأحاديث أسجل طبعا أنا نشرة الأخبار أقرأها على الهواء في مكة في الميكروفون وكذلك أيضا طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني أنا أخذ كل اللذاعة على الزمنة والطلاب الموجدين لكن السؤال أبو عبد الله كيف مدير المدرسة الأستاذ عبد الله استطاع أن يكتشف موهبتك وعطاك مساحة لأن تبدع وتقدم ما لديك في أول تكليف بالنسبة لي في النشاط المدرسي في آخر السنة في إحدى الاحتفالات السنوية كلفني بقراءة هل تعلم وهي ورقة هل تعلم أنه في عام كذا كذا ونشئ كذا هل تعلم أنه كذا فقال لي أنت تقدم هذا ولكن قبلها وش رأيك إسليمان تقرأ القرآن تفتتح الحفل هذا فبدأت أفتتح القرآن الكريم بصوت أزعم أنه جيد من سورة الشورى أذكر الآيات التي قرئت شرع لكم من الدين ما هو الصابث نوحا والذي أوحينا إليك فلما خلصنا بدأ الرجل يعرف إن إسليمان عنده إمكانيات صوتية قابلة للتطوير والتكليف يا سلام نعم ثم اتخرس من الثنوي بعد الثنوي توكلنا على الله وسلمت عن حفر الباطن وأخذنا من يعني الحقيقة وصية الوالد والوالدة أنه المكان الذي تجد نفسك فيه تكل على الله فيه وقلت لمن أفترت كلية الشريعة وجاء معي أخي إبراهيم أكبر مني تقريبا سن ودخلنا كلية الشريعة أمضينا فيها زاولت النشاط في الكلية قبل شيخ يعني دكتور ماذا تعني لك حفر الباطن يعني أنا أعتقد أنها نقطة توقف في حياتي وتحولت فيها من شاب صغير لا يتجاوز الحادية عشرة في عيون الجوان إلى شاب أمضى المتوسطة والثانوية حتى بلغ السابعة عشرة من العمر وهو يتطلع إلى أن يعود إليها كنت أتمنى أن أعود إليها مدرسا في إحدى مدارسها لكن القاضاء وانقدر أن أبقى في الرياض متجها للإذاعة والتلفزيون لماذا افترت كلية الشريعة يعني كون عندك بوادر علامية ما فكرت أنك تدخل في الإعلام مثلا أبدا أنا لما أخطط لي أن أدخل للإذاعة والتلفزيون إطلاقا وإنما يعني حاولت أن أدخل إلى ميدان التدريس ببصمة اليد حيث أنه أنا حتى وأنا أكتب على الورقة التخرج إلى أن تتجه الاختيارات الثلاثة كلها مدرس في حفر الباطن مدرس في حفر الباطن مدرس في حفر المار ومع ذلك اكتشفت أنه في بعد ما تخرجنا سألت الإقوام في ديوان الموظفين العام الذين وزعوا وجدت ورقة كتبها معالي الدكتور عبدالله التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الله يحفظه ويوفقه آمين قال أنه هذا يصلح أن يكون في وزارة الإعلام فجاء الترشيح من الجامعة حكم النشاطات التي تكون تزاولها في الجامعة في ذلك الوقت فأسقط في يدي على أساس أنه أنا ما لي رغبها الحقيقة روح للإعلام لكن أصر تور عبدالله التركي ومدير إذاعة الرياض وقتها الأستاذ محمد المنصور أنه تبقى في الإذاعة وأراد الله سبحانه وتعالى أن نمضي في هذا النشوار جميل جميل دخلت كلية الشريعة ومضيت فيها أربع سنوات نعم صحيح حددني عن كلية الشريعة وجامعة الإمام أبرز الأساتذة الذين تلمث عليهم ماذا استفدت في هذه الجامعة العريقة في وقتهم أولا يعني كلية الشريعة هي الكلية الذات الأولوية بالنسبة لكل طالب يتوجه إلى جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلام ولذلك اختياراتها صعبة جدا في الترشيح لا يدخل هذه الكلية إلا يعني وفق شروط معينة كباقي الكليات لكن يعني الشروط مشددة في أن تدخل إلى كل الشريعة لأنك ستتخرج إما قاضيا وإما أستاذا وإما مواصلا معيدا في الجامعة وللجامعة نظرة في من يتخرج من كل الشريعة فعلى خط توكلت على الله وبدأت في هذه الكلية قابلت كثير من الأساتذة في هذه الفترة الأربعة سنوات أساتذة سماحت مفتعام المملكة العربية السعودية الشيخ عبداليز بن عبدالله ألي الشيخ أحد الذين درسونا في الفقه فضيلة الشيخ صالح الأطرم عليه رحمة الله أيضا من الذين يعني تتلمذ عليه الشيخ محمد صالح محمد أديب الصالح أيضا محمد الأحمد الصالح أستاذ الفقه الشيخ صالح العلي الناصر أستاذ الفقه أيضا درسنا في تلك الفترة وهذا الرجل له يعني موقف معي في كلية الشريعة الموقف يعني يدلك على أنه مرتبط بالإذاعة جئت يوم من الأيام متأخذة لأدخل في القاعة فوضع قدمه كفيف رحمة الله عليه فقال من قلت أنا سلمان العيدي قال ليش تأخرت قلت له أنا كنت استمعوا إليك ليلة البارحة في برنامج نور على الدرب بالمناسبة هو أول من سجل برنامج نور على الدرب يا سلام فقلت قال لي ماذا صمعت في الحلقة قلت له أحد الأسئلة التي جاءت إلى فضيلتكم كان يسأل عن كم تصبر المرأة عن زوجها وسألك أحد المستمعين فأجبته بالإجابة التالية قال ليش لي جواب قلت له أنت كنت تقول تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لا حرك من هذا السليل جوانبه مخافة ربي والحياء يردني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه قال نشكرك لاهتمامك ونلومك على تأخرك فضحك الطلبة الزملاء قالوا هذا إجابة لأحد المستفتين في إذاعة القرآن الكريم في نور على الدرب وأنا قلت لهم يعني هو يجيب رحمه الله إجابة وافرة يقول لعمر رضي الله عنه سأل ابنته كم تصبر المرأة عن زوجها فقالت يا أبتي أو مثلك يسأل عن هذا يا أبتا قال تصبر شهرا وشهرين وثلاثة وفي الرابع ينفذ الصبر يا أبتا فقرر عمر للجند بهذا الإجابة كان يقول علينا رحمه الله فقرر عمر رضي الله عنه أن على الجند أن يعودوا إلى أهلهم بعد هذه الفترة بعد أربعة وستة ستة يا سلام فقبلني طالبا في نفس فتح رجل ودخلت للقاعة جميل جميل لك نشاط أيضا في جامعة الإمام كنت مسؤولا مع زملاء احنا أربعة زملاء أو خمسة زملاء شيخ سليمان الناصر شيخ علي النشوان دكتور عبد العزي العسكر كنا مسؤولين عن النشاط الثقافي بترشيح من فضيلة الدكتور صالح العلي اللي هو عضو مجلس الشورى ثم بعد ذلك رح إلى هيئة الرقابة وزيرا وكان أستاذا للفق وكان مسؤولا عميدا لشؤون الطلاب في ذلك وقت رشحنا أن نعمل بعض البرامج التقافية الطلابية لكن الإذاعة هل كان حضور في الجامعة الإذاعة لم تكن ليس لمشاركة في ذلك الوقت ثم تخرجت من جامعة الإمام تخرجت وقلت لك أنا كان يعني تطلعاتي أنا أكون مدرسة لكن شاءة رادة الله أن أخذ الخطاب وتوجهت إلى إذاعة الرياض باعتبار أن الوظيفة في إذاعة الرياض كنت حزين وقت لما أخذت الخطاب لا أنا كنت أرقب عين الوالد والوالدة يعني هلهم سيرضون أو لا يرضون أو كذا ومع ذلك صار تجاذب بيني وبين أستاذنا الأستاذ محمد المنصور الله متعوب الصحة والعافية مدير الإذاعة وقال كلنا وطنيون يجب أن تبقى معنا في الرياض أنا أول ما دخلت عليه مالذي حصل أبدا أنا دخلت وعطيت صورة الورقة قلت أنا ليس لراقب أنا أكون مذيعة قل لي هذا الشأن شأنك لكن أنا ألصحك نحن مقبلون على يعني توطين الزملاء المذيعين في الإذاعة من السعوديين وكذا تعرف أمامنا زملاء الآن كالترخير ومعنى مشاركين من الأردن ومن سوريا ومن مصر مضيعين على مختلف الدول في ذلك الوقت وبدأوا الحقيقة يعني قدموا خدمات مشكورين الآن إذاعة الرياض كلها سعوديون مئة بالمئة التلفزيون كله سعوديون مئة بالمئة وهذه من ثمرات هذا الفكر الذي كان يحمله زميل محمد المنصور الله يوفقه آمين آمين ثم دخلت وبدأت في التقديم الإذاعي يعني قصة قصة كيف تكون مذيع في ذلك في تلك الفترة في عام 1398 1399 هجري اللي هو 79 ميلادي لم يكن التقديم السهولة أن تكون مذيع وتروح تدهل لابد أن تمر بمراحل لا تقل أنا بالنسبة لم تقل عن 18 وأنا معين بوظيفة في الإذاعة لكن لا بد أن تمر بمراحل تتعرف على قسم الإخراج تتعرف على قسم المكتبة على قسم التنسيق على قسم البرامج على قسم المذيعين خمسة أقسام تجلس في كل واحد تقريبا شهرين تتعلم ترى طبيعة العمل في هذه المكتبة في هذه البرامج كيف تنسق البرامج تجلس مع المذيعين تأخذ دورة في المذيعين مرة ومرتين يرشح لك أربعة مذيعين حتى تجلس معها كل واحد أسبوع ثم الأسبوع الثاني يغير إلى مذيع آخر بعد ذلك يجرى لك تجربة صوتية أقرأ إن كانت لغتك جيدة مخالج اللغة عندك جيدة سيرحب بك أو يعتذر لك وتلحى إلى جانب عمل مكتبي أنا تجاوزت هذه التجارب كلها وأمضيتها في قرابة السنة تقريبا وأسند إلي أول برنامج أذكره برنامج اسمه ركن الطالب تحمل المايكروفون إلى المدارس خارج الستوديو وتتقي مع الطلاب في مدارس اسمه ركن الطالب وبرنامج آخر اسمه في رحاب الجامعات برنامج له نصوص تقرأها وتعمل تسجيلات في بعض الجامعات سواء مع عميد كلية أو مع عضوية التدريس هذاني البرنامجان كانوا من أوائل البرامج التي قدمتها برنامج الثالث مجلة الفكر الإسلامي مجلة الفكر الإسلامي وكان يرافقني في التقديم المنفور له إن شاء الله زميل عوني كنانا أحد مذيعي التلفزيون السعودي القديم هذه أبرز البرامج البدايات التي بعد ما بدأت سنتين لكن دكتور أول مرة استمعت السيدة الوالدة رحمة الله عليها إلى إيه أنا جايك أي فضل أول بعد مضي سنة ونص سنتين كلفت في إدارة الأحاديث بقراءة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم تسجلت مئة حلقة وبدأت في السنة الأولى والثانية تطلع الصوت في الإذاعة الساعة ثلاثة وربع العصر طائفة عطرة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتبدأ لحديث في زيارة للوالدة مرة مرتين قالت الحمد لله نسمعك كل يوم إذن ما في داعي تجي للحفر خلاص أيضا نفس الأصدقاء الوالد بلغوه أن سليمان ترى في الإذاعة نسمع سليمان يقدم أقوال الرسول فقالوا خلاص الله يعني الديرة التي في الزقبة هي ديرتك خلاص بكيف الآن توجه والله يوفق استمر ليت في ذلك ثم بعد ذلك لما تثق إدارة الإذاعة بالمذيع تبدأ تنيط به بعض البرامج التقديمية الحوارية تعقد دورات إذاعية بالنسبة لمعرفة قدرة المذيع على إعداد برنامج إذا لم تستطع أن تقدم فكرة برنامج أو شيء الإذاعة تلزمك ببعض البرامج التي ترى هي أنك انت قادر فكان من أوائل البرامج التي أنضت بي أيضا كان برنامج ناشي في رحاب القرآن يعني هذا البرنامج هو برنامج قصير مدة عشر دقائر جميل في مادته يومي في عرضه السادسة ونشف صباحا تناوب عليه كثير من المذيعين أبرزهم الله يغفر له سليمان الشبان الأستاذ سليمان الشبان الشيخ سليمان وأنا بالنسبة لي جعني خطاب من إدارة الإذاعة أنه ترى اعتبارا من الدورة الإذاعية القادمة ستكون أنت مسؤول عن ناشي في رحاب القرآن أبديت اعتراضي لأنه أنا من يعني يحتاج إلى واحد مثقف قالوا لا أنت ملزم لأن تقدم وبدأت في هذا البرنامج أكسبني شيئا كثيرا هذا البرنامج أولا أعطاني الله سبحانه وتعالى نعمة أن أكون قريب من حفظة القرآن الكريم وثق التلفزيون فيني فعلات ب برنامج في ظلال القرآن وهو برنامج تلفزيوني أسبوعي ثلاثة أنني أحطت يعني إن شاء الله بمناطق المملكة في برنامج سجلنا سجلنا نسافر في المنطقة الشرقية نسجل في عسير نسجل في نجران نسجل في المنطقة الغربية نسجل في مناطق كثيرة في المملكة نسجلنا في آلاف من الحلقات إيش فكرة البرنامج طالب يقرأ القرآن ثم المذيع يوجه سؤال أو سؤالين ويطلب من المراقب الديني أو أستاذ المادة أن يعلق على تلاوته وسهل يعني كانت من البرامج الخفيفة أسميها وكنا وقتها نتجول في مناطق المملكة سجلنا منه برامج كثيرة في تزامنا مع هذا البرنامج كان عندي برنامج أيضا اسمه التوعية الإسلامية في الحج والتوعية الإسلامية برنامج تعنى به دار رئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والرشاد في ذلك الوقت قبل انفصالها وقيام وزارة الشؤون الإسلامية فكانوا يرشحون مذيعين ليرافقوا أصحاب الفضيلة العلماء في مكة المكرمة مثل هذه الأيام ذي الحجة نجلس ذي القعدة وذي الإجة في غرف مع العلماء ونسجل كل الأسئلة المتوقعة من العجاج اسمه التوعية الإسلامية في الحج سجلنا وسجلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدريعي الشيخ صالح الصاح علي الناصر الشيخ صاح السدلان الشيخ عبداليز المسند مشايف كثيرة برنامج جميل مقدمة حتى الآن في ذهني التوعية الإسلامية في الحج برنامج يجيب على أسئلة المستمعين غير برنامج نور على الدرح وغير برنامج فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تحني برامج حقيقة لها اهتمام وتقدم رسالة في نفس الوقت الحمد لله هذه من أوائل البرامج التي قدمت بعد المضيس أربع سنوات في الإذاعة ارتعت الإذاعة أن تنطبي برنامج جماهيري أخر فكان عندنا برنامج اسمه أهلا بالمستمعين هذا برنامج اتصالات هاتفية مع مناطق المملكة ونطرح موضوع تربوي موضوع ثقافي موضوع إنساني ونأخذ أرى مثل البرامج الموجودة الآن في كثير من المحطات الإذاعية اليوم أنا لم أنقطع في هذه الفترة يعني بعد مضي سنتين من الإذاعة رقبت عيني أو رغب أن أخذ التلفزيون فتوجهت للتلفزيون قبلت كمذيع في التلفزيون وبدأت أقدم برامج أيضا إذاعية عفوا تلفزيونية فيها كان أول برنامج هو كما قلت في ظلال القرآن برنامج الحقيقة انتقلنا في المنطقة الشرقية يعني نسجل في رحيمة ونسجل في الدمام في الخبر ثم نأتي أيضا أحيانا نسجل في محافظات منطقة الرياض ثم بعد ذلك أيضا في منطقة القصيم ناقذ مجموعة يقدم البرنامج قبل صلاة الجمعة أسبوعيا في ظلال القرآن وكان في المنطقة الغربية الزمير الأستاذ عليه رحمة الله سلمان عبيد كان مسؤول عن منطقة تبوك حتى منطقة عسير والمدينة المنورة وكان إذا يسجل في ظلال القرآن كفكرة البرنامج هو عبارة عن فريقين خمسة من الطلاب الحافظين على اليمين وخمسة من الحافظين على اليمين مدرستين من مدارس التربية والتعليم وكل مدرسة يتسابق فيها نعطي كل مشارك خمسمائة ريال يأخذها بعد نهاية الحلقة وهذه من يعني بركات القرآن الكريم يا السلام طائع مدة البرنامج أربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة تقريب وكتبت مستمتعت بهذا البرنامج كل البرامج التي شاركت فيها ولله الحمد أجد لذة في السماع إليها وتقديمها ولسأل الله أن يأجر الإنسان يعني ويحسن النية فيها آمين تحتفظ بأرشيف من هذه البرامج لا لا والله أبدا نحاول بين فترة وفترة نعقل من الزمل في التلفزيون وفي الهيئة بعد ذلك دخلنا على مسابقة القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم بدأت خلينا أعطيك بس قصتها لأنها مرت بمراحل كثيرة مسابقة القرآن الكريم كان اسمها مسابقة الكبار اسمها مسابقة الكبار وقأوة ليش قلنا الكبار لأنه فيه مسابقة أخرى بعد العصر للصغار قدمها عديد من الزملاء سبقوني فيها وكنا نقدمها تسجيلا أولا كان يعني التلفزيون يقدم مادة تلفزيونية حول محتوى معين ثم في النهاية يطرح سؤال يعني على سبيل المثال تقدم سبع دقائق مادة أرشيفية معلوماتية عن النخيل وفوائده أو عن النبات وفوائده أو عن الأشجار وأشكالها أو أو ثم بعد ذلك يناط بالمشاهدين أن يعرفوا الآيات التي ذكرت في هذه الحل ونقول لهم مثلا ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم في أكثر من موضع اذكر رقم الآية واسق السورة مثل هذه نعطيهم الخيارات طبعا هل هي القيار الأول القيار الثاني القيار الثالث وفي آخر الحلقة نقدم سؤال لمدة 24 ساعة ونقول للناس أيضا إليكم إعادة لسؤال هذه النيلة والناس تتسابق في الاتصال في التلفزيون على مدار 24 ساعة ثم بعد ذلك تغيرت المسابقة قبلها طبعا كانت عن طريق الرسائل أول مدار في بداية الثمانينات أو انطلاق التلفزيون في بداياته كان الزميل الدكتور محمد المخلف والزملاء سعاد الواثلان كانوا يعدون المسابقة بشكل كبير ويتعبون على ذلك وتبقى النتيجة إلى بعد محرم يعني أربعة أشهر بعد رمضان حتى تصل الرسائل من مناطق المملكة لأنه البريد هو اللي يسنمك الرسائل ثم تجتمع لجنة تجتمع هذه اللجنة من مدير عامل المركز البريد مركز البريد مدير عامل التلفزيون وكيل وزارة الإعلام موذيعين اثنين أو ثلاثة ويفتحون الرسائل ويقولون المشاهدين هذا اللي فاز وهذا اللي فاز وهم مسجل ومصور كلها كل شيء تسجيل وصوت صورة وتعلن النتائج كأنك تقرأ أسماء الناجحين في ذلك الوقت إلى أربعمائة شخص نقرأ أحيانا بعد ذلك تحولت إلى الاتصالات الهاتفية اكتشفت رقم باسمه السبعمائة وبدأوا الناس يشترون البطاقات من بطاقة بخمسة عشر ريال وبطاقة بعشر ريال للصغار خمسة عشر ريال تعطيك خمس دقائق تتصل على التلفزيون مدة خمس دقائق وأصبحت يعني أصبح فيها لغطي الناس أنه كلفته على الناس يعني أنا أنا أتعب خمس دقائق وما أمسك إجابة فيبدو أنه ارتأ المسؤولون سواء من دار الإفتاء أو من المسؤولين على إيقاف مثل هذه المسابقة وتحولت إلى برنامج بث مباجر كنت أنا عقيقة وقدم كم سنة تقدم بالنسبة لي تقريبا قرابة سبعة عشر عاما هذه المسابقة أيضا ربضت لي بكثير من المواقف التي يعني تعرف الناس بعد ما يسجلون وبعد ما يتصلوا على التلفزيون وما ينجحون يبدو يدورون المذية واللي يدورون المخرج واللي يتوعدون ها يتوعدون ما فزنا ما فزنا من الطرائف التي مرت علي في يوم من الأيام كنت متجه من الرياضي للظهران طريق الطائرة وفي أثناء النزول التقيت بشخص كبير في السن والله يا عبد العزيز أقسم بالله الرجل سلمت عليه بحرارة ونزلت من الطيارة كبير شوي قال جزاك الله خير يا أولدي ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله من أنت قلت على سليمان عند عيدي قال لي بالتلفزيون قلت نعم قال الله لي وفك لا حول أقت الأمل أنا طبعا صعقت من الكلمة لكن عرف أن عرف ردة الفعل قال لنا طول رمضان نتصل ما في إزنا نابل فيل ولا بشي ولا حسبا الله عليكم بطاقات نشتري باللي والنهار والبنات والعيال يتصنوا عليكم وينكم يا خاف الله في إلي لا بد لها أثر هذه المسابقات وهذا دريع على نجاح المسابقة أيضا ناس متفاعلة لكن أيضا ما أودك تفاوز الناس كلهم تكامدي يومنا الأيام أحد المتصلين من عرعر وإحنا على الهواء على الهواء في الدقائق الأخيرة بقي على نشرة الأخبار تقريبا دقيقتي آخر متصل سلام عليكم وعليكم السلام يا عيدي الله يحييك إحنا آخر يوم في رمضان تكفى عيدنا هذا لا هذا ما عنده إجابة أصلا هذا متفائل عيد وعيدي قال لي يا أخي قلته أنت عارف السؤال قال لي عارف السؤال بس أنا الآن قلته يا أخي لو سمحت ما بقي على الأقبار لدقيقة أجب قال لا لا لازم تفوزني أنت بكرة عيد تتعيدني يا أخي قلته خلاص لجلة المسابقة رأت منحك 2000 ريال معايدة من المسابقة وربنا وفقك أنت ومشاهدين في عارف يا سلام ففيها مواقف فيها طرف جميل جميل حدثني عن علاقتك بإذاعة القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم أنا مررت عليها مرتين المرة الأولى عندما اخترت مديرا لها سنة واحدة تكليف والمرة الثانية عندما ترقيت على إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرر أيضا أمضيت فيها قرابة ستة بأشهر فالمواقف مع إذاعة القرآن الكريم ما هي طويلة لكنني أكثر برامجي أكثر برامجي بدأت من إذاعة القرآن الكريم كان عندي أول مسابقة في إذاعة القرآن الكريم سجلت منها خمسين حلقة اسمها مسابقة الأسبوع ثم جاء بعدي الزميل عدها عبدالله العوشن من خيرة الشباب والزملاء الذين أمضى فيها سنوات طويلة هذه المسابقة اسمها مسابقة الأسبوع نعفذ قصة من قصص القرآن الكريم ولا طرح سؤال ولا ننتظر أسبوع حتى نعلن النتيجة كانت الحقيقة يعني جيدة بالنسبة لي أيضا كان عندي برنامج فيها اسمه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا البرنامج استمر مع فضيلة الشيخ عبدالله الغديان عبدالله بن الغديان عضو هيئة الإفتاء في دار الإفتاء وكان يقرأ الفتاوى التي تجمع عليها النجلة الدائمة للإفتاء وكنت أنا أقدم هذا البرنامج أيضا لمدة سنة في إذاعة القرآن الكريم برنامج لا شفره بن حاب القرآن الكريم أيضا كان يقدم في إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم غير الإدارة أنا قدمت فيها فترات كثيرة جدا كنت آتي الصباح أول ما كلفت مذيعا أول تكليف لي كان مذيع في إذاعة القرآن الكريم وكنت آتي افتتاحا للمحطة ساعة السالسة صباحا آتي الخامسة والربع الخامسة والنصف السابق الوقت وأجلس أنتظر ببدل المحطة كنا نستمتع بالقراء في هذه الإذاعة لدينا أرشيف كبير في إذاعة القرآن الكريم لدينا من القراء ومشاهير القراء ما تحفل في إذاعة القرآن الكريم يعني جزا الله دكتور علي خضيري كلنا خير وزملاء وزميل عبد الله فرحة الغامد عليه رحمة الله وآخرون من من أيضا عبداليز الغامدي وكل هؤلاء اشتركوا في وضع أرشيف كبير لإذاعة القرآن الكريم أنا طبعا بالنسبة لي كمذيع أستمتع بهذه التلاوات التي كنت أقدمها كان من بين القراء أبو العينيشة يشع عزة العناني محمد محمود عوض طبعا كبار المدعين بلا شك شيخ محمد صديق المنشاوي محمود صديق المنشاوي صبر المنشاوي طبعا مقلد وليس من الأسرة نفسها أيضا لأن القرية أسما المنشاوية يبدو وكل من أراد أن يصير صوته كويس قالوا بس هذا المنشاوي لكن الأسبقية لشيخ محمد صديق المنشاوي ذات الصوت الجميل الرائع الذي وقر في نفوس الناس وأصبحت حقيقة كل من يستمع إلى تلاواته هو الشيخ عبد الباصط عبد الصمد يعني يثمن لأخوتنا في مصر إهداءهم هذه التلاوات المنشاوي بعد ذلك جاءت ولله الحمد طبعا مع قيام إذاعة القراءة الكريم كان لدينا الشيخ عبد الله الخياط عليه رحمة الله الشيخ عبد الله الخليفي الشيخ عمد السبيل من المصاحف المجودة السعودية ولله الحمد الآن المكتبة تحفل بكثير من القراءة السعودية ومركز التلاوات اليوم يسجل أشياء كثيرة جدا لشباب المملكة العربية السعودية أستمت في الصباح أحيانا عندما افتتح الإذاعة إلى حضراتكم تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة الرو ويتجلى هذا عليه رحمة الله يعني التلاواته اسمحوا لي عبد العزيز أن أتذكر هذا الصوت يعني يقرأ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بعدين يجي واصل الله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تفوجون أنا طبعا خلال هذا السماع التصق هذا الصوت الجميل في ذهنية وانا أستمت خلال فترة سماعي لهذه الآيات الكريمة من هذا الرجل حفظ يعني محطات كثيرة من القرآن الكريم بسماعي لمثل هذه الشخصية يعني رحمة الله عبد الباصد سين من السور عدد من السور سورة يوسف الرحمن مريم رجل يعني أثر المكتبة الإذاعية الصوتية بصوت جميل وراير أجزم أن كل من هم على بساطة العالم الإسلامي اليوم يستمعون لهذين الصوتين شيخ عبد الباصد والشيخ محمد صديق المنشاوي محمد صديق المنشاوي له أخذ اسمه محمود صديق المنشاوي قريب من صوته طبقة الصوت عنده أعرض لكن يظل محمد في القوة يعني علي رحمة حضرت لي ختمة أحد القراء المصريين لما زاروا الإذاعة عبدولي الشيخ محمد الطوخي محمد الطوخي وجعني معاني الوزير الدكتور محمد عبد يماني في يوم من الأياء وقال لي عند الأقارع جاي من مصر طبعا هو في طرفة في هذه فقال لي يا سليمان ترافقوا وتسجلوا في التلفزيون أنا كنت مديرا للبرامج الدينية والثقافية في التلفزيون قلت له أبشر يا معاني الوزير دخلنا للستوديو الراجل يحمل حقيبة أنا ما أعرس الشي اللي فيها فقال لي أنت تبغى سبع دقائق يقول لي عفر دقائق شيف رقلت للدقائق قلت له إحنا التلاوات نفتتح القرآن الكريم بخمس دقائق سبع دقائق قل لي أنا خليها عشر المنبدأ لبس جبه زرقاء وبعدين حط أمه ملونة ثانية فقلت له إيش قال لي لما قال صدق الله العظيم قال لي وقفها غير النبس يسا نعم قلت له إيش قال على أساس المشاهد ما يمل فاهم ها واحد فاهم قلت له أنا قلت له أنا لزوم الشغل هذا رحمة الله عليه من خيرة القرآن عمد الطول صوته جميل وأداوه نتمكن أيضا نسجل للإذاعة بس ما أذكرني يعني حضرت التسجيل في الإذاعة له لكني حضرت التسجيل في التلفزيون وقت جميل جميل رحمة الله أبو عبد الله نتقل إلى يعني مواقفك هل تمت مواقف حصلت بينك وبين ملوك بلادنا العزيزة الملك فهد مثلا أو الملك عبد الله الملك سلمان أثناء تقديمك لبعض الاحتفالات أو في التلفاز مثلا أنا الحقيقة بس على هذا السؤال خلينا نمر عليه بإجاز أفضل تشرفت حقيقة بتقديم احتفالات كثيرة في عهد سيدي خادم حرم الشريفين وسيدي ولي العهد وأفخر الحقيقة أنه مثل هذه المواقف تسجل في ذاكرة الإنسان وفي أيضا حياة الإنسان تخذ واحد من المواقف الخيرة المباركة لرجالات الدولة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الانتر كونتين انتر بالرياض جاءنا الخادم الحرم الشريفين الملك سلمان في عام 1417 تقريبا وكان سيرعى الحفل السنوي لمسابقة القرآن الكريم المحلية بعدها صارت مسابقة خادم الحرم الشريفين الملك سلمان عبد العاشي دخل وفي يمسك بيد سمحت الشيخ صالح بن محمد الحداد فسلمت عليه وقبلت يده وانتقل إلى المنصة الرئيسية أعلن يومها بتبرعه أن يكون انفاق هذه المسابقة على حسابه وأعلنت قال لي معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي سلمان أعلن تبرع الملك بمليون ونصف للنجائزة فهو هؤلاء الملوك عليهم رحمة الله محافظ الله خادم الحرم الشريفين الملك سلمان وأيده بنصره يحرص دائما على المشاركة الخيرية في مثل هذه المناسبات يعني لا يفوتون مناسبة دينية أو خيرية إلا ويكونوا في سباقون وفي مقدمة من يتبرع ومن يسهم في هذا المجال مواقف كثيرة الحقيقة يعني ملك عبد الله عليه رحمة الله الملك فهد ونحن نحن يعني نعتز بمثل هذه المواقف التي تأتي بيننا وبين هؤلاء يا سلام الله يحفظكم آمين آمين الشيخ عبداليز بنباز هل لك موقف مع مفتي السابق الشيخ عبداليز نعم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بنباز عليه رحمة الله مفتي عام المملكة يعني أنا التقيت معه أكثر من مرة في مناسبة منها المناسبة التي قلتها الآن وهي مسابقة القرآن المحلية في القاعة الملك في عيسر ألقى كلمة هو في نفس المكان وقدمته بذلك الوقت لكن الموقف الذي لا أنساه مع سماحته يوم من الأيام كلمه لي سموه الأمير بسام بن سعود وكان مسؤولا عن نشاط الثقافي في نادي النصر في ذلك الوقت وقال لي يا سلمان سيكون لدينا سماحة مفتعام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أرجو ودي تجي ما قال أرجوك قال لي ودي تجي تقدم سماحته وتطرح الأسئلة عليه حضرت كان معه الشيف دكتور محمد الشوير ومعه بعض المشاير جلس ووجه يومها كلمة إلى الشباب كان عمقها وبعدها في حفظ القرآن الكريم استغل المناسبة رحمه الله ثم بعد ذلك بدأت الأسئلة فجاءت لي أسئلة كثيرة وشلون سليمان تجي للنادي وشلون كذا وشلون لكني أنا فرحت بأن أكون مرافقا لسماحته ومشاركا في هذه المحاضرة ألقى محاضرة جميلة عليه رحمة الله يمكن الناس لو رجعوا اليوتيوب يشوفونها موجود هذه المحاضرة والكلمة التي ألقاها الموقف الثاني مع سماحته طلبت منه أن يخرج معنا للتليفزوفي حوار جميع وقال لي رحمه الله أبشر يسلم كلمني مكتبه وقال موعدكم سيكون بعد صلاة الفجر من يوم غد إن شاء الله التسجيل في منزل الشيخ في البديعة أنا طبعا كيف ناخذ كاميرات في أخر الليل ولا في أول الليل جهزنا الكاميرات الساعة العاشرة ليلة واستلمها المصور والسائق سيكون موجود ونحن سنصلي الفجر على مقربة من بيت سماحة الشيخ عبد العز ليلتها الساعة الثانية عشر إلا الربع منتصف الليل تلقي التليفون من مكتب سماحته الله يرحمه قال لي يعتدر سماحة الشيخ ويقول لم أرى مناسبة الخروج معكم في التليفزيون الإخوان ما رأوا ذلك الإخوان ما رأوا ذلك رحمة الله علي لكنه كان قال يعني إذا شفتوا لي في المحاضرات سجلوها وقلت لك أنه ألقى كلمة يعني مباركة في جائزة المكفيسر وكل احتفالات وجعل في مركز الملك سلمان وألقى أيضا كلمات سماحت الشيخ يعني يعيش مع الناس في الدعوة بأسلوبه المعروف والمعهود رحمه الله تعالى قدمت حفلاً في مصر يا أبو عبد الله في قاعة الشيخ محمد عبده أيوه شاركت الحقيقة كان معالي وزير الأوقاف معالي وزير الحج والأوقاف الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع شيخ عبد الوهاب عبد الواسع وكان اللقاء سيكون عن في مركز البحوث والدراسات الإسلامية في ذلك الوقت فقالوا ترى عندنا حفل وأنت مقدم الحفل طبعا أنا ما أنا مستغرب أني أقدم الحفل لكن لازم أعرف من سيكون القارة من سيكون الكلمات ودهت للقاعة يعني بتواضعها وجميلة سيصل الرئيس حسني مبارك في ذلك الوقت وصح أصحاب المعالي الوزراء وزراء العوقاف وقدمت القارة تلاوة طيبة مباركة نفتتح بها فخامة الرئيس هذا الاحتفال المبارك للقارة الشيخ أحمد نعينة بدأ يقرأ ظنه نعينة نحن فبدأ يقرأ بعد ما خلص صفق الرئيس وقرنه تعال تعاس تعتبر من بكرة تروح للإزاعة يا سلام يا سلام كأنه أعجب بتلاوة والشيخ أحمد نعينة من خيرة القرن هذه سنة كم دكتور والله ما أظنها 1416 لا مبكرة أيضا مبكرة لأنه وزير الأوقاف عبد العز الوهاب عبد الواسع كان إلى 1407 أو 8 فأظنها فيه قبل 1410 إذن جميل أنا رفقت الحقيقة مع لي رحمه الله في كثير من سفراتي من خارج ورافقت مع لي وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد الله تركي في كثير من مناسباتي في في روسيا وفي بريطانيا وفي القاهرة وفي يعني الحقيقة عدد من مناسبات مؤتمرات التي عقدت على مستوى العالم في أدنبرا في الأرجنتين في كثير من دول العالم كنا نرافق لتقديم الاحتفالات الرسمية الدينية بمناسبة حديث عن تقديم الحفلات يبدو أحدث لك موقف لطيف كذا مع قارئ قرآن أو التأخر كنت أقدم حفل هذه العصورة قالت لك كنت أقدم حفل دعيته له في وزارة الحرس الوطن وجامعة الملك جامعة الملك عبد العزيز أو الشؤون الصحية قاموا حفل كبير جدا في وزارة الحرس الوطني وفي جامعة في الجامعة قبل وصول الأمير للاحتفال سألت على القارئ قالوا في الطريق طيب كلمتوا قالوا نكلمنا الطلاب الآن متحش يعني يعني مستعدين لبداية الاحتفال عمداء الكليات وصلوا دخل سمو الأمير وين القارئ قالوا أرأس خلاصة بالمواقف بالمواقف كيف بالمواقف يا أخي لازم يكون موجود لازم يش نسوي طيب المهم وصل سمو الأمير رائل حفل طلعتنا أو طلعني مرة مرتين قال لي ما تبدون قلت لنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت طبعا لما تقول القرآن الكريم ما عندك أحد يقرأ قرآن خير ما نفتتح به هذه الاحتفالية يا صاحب السروق تلاوة من القرآن الكريم غيرت وضعي أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناظر تغير في صوت قال لا يا إش اللي جاب سلمان قارئ مذيئ فتخلصت بتلاوة قال لي والله أحسب من القارئ إن جاي به يا صلاة فتحصل أحيانا وقد تحصل وكانت تخلصا حسنا يعني الحمد لله يعني بعدين قدمت كلمة عميد الكل الكلية وبعدين كلمة فريجين الطلاب كانت يوم ميز بمناسبة الهديث عن الإذاعة والمذعين من من المذعين الدكتور سليمان يعني يعتبرهم يستمتع بسماعهم يعتبرهم مدرسة في العالم العربي يعني أنا سأذكر أسماء من الذين تابعتهم واستمعتوا لأصواتهم وأنا كنت توي داخل لوزارة العلا كان من بينهم الأستاذ محمد الشعلان الأستاذ بدر كريم هذاني الزميلان والصديقان العزيزان عليهم رحمة الله أنا جئت إلي جئت للإذاعة وهم موجدين فتزعملنا يعني لكن يسبقون يعني في المهنة بعشرين سنة ما شاء الله تقريبا يعني لكني تأثرت باللغة بالحضور بالانضباط بقوة الأداء بالحرص على الوقت هذه أشياء لا تتعلمها أنت من أول يوم تات لازم تحتك بناس في مثل هذه المهنة يا سلام من القراء الموذيعين الذين أيضا أعجبت بهم زميري أستاذ ماجد الشطي من إذاعة التلفزيون الكويت حقيقة طبقة الصوت عنده جميلة جدا رائعة ومنهم أيضا كيف يقرأ ماجد الشطي حلو ماجد الشطي طبقة الصوت عنده عالية جدا هنا الكويت وساعة فيه الآن الواحدة ظهرا صوت الطبقة عنده عالية جدا ورجل يأسرك بالصوت بحيث أنك ما تفارق المحطة للإذاعة يا سلام قرأت أنا وياه في إذاعة في تلفزيون الرياض جاء أنا زائرا فاشتركت معه في قراءة نشرة الأخبار تذكرت إعجابي به وقال لي سليمان أنت ما شاء الله عليك الموذيع لا يعني لا يشق لك ما شاء الله كويس يعني فأخذت شهادة منه في ذلك الوقت وأنا أقرأ معه النشرة الموذيع الثاني الزميل فوزي الخميس من تلفزيون قطر فهذا ينتقل الإمارات العربية المتحدة وهو من خيلة أيضا القراء المذيعين طبقة الصوت عنده جيدة أداءه متمكن هؤلاء ما نجحوا إنه من خلال المراس الهواية القوة والثقافة كذلك أيضا في سلطرة عمان الزميل جبر ذياب صخر ذياب صخر في سلطنة عمان وجبر حجات في الأردن يعني هؤلاء أساتذة ومذيعون تستمع إليه ماجد الشبن مدرسة الوحضة هذا الرجل رسال الله مدرسة يعني نتعلم منه وكنت إلى جوالي في كثير من نشرات الأخبار أقرأ أنا وفوة المشرات غالب كامل أيضا سليمان العيسى كلهم يعني ما شاء الله رسال الله عليكم إن الرقم الذي طرفته غير موجود في الخدمة المواقق نبغى نصفح هذه الدعيت من شركة الاتصالات أول ما تأسست وزارة البرق والبريد والهاتف وكان اسمها كذا فكلمني فؤاد أبو مكتب الزميل الأستاذ فؤاد أبو منصور وكيل الوزارة اسمه أظن عبد الرحمد التويم وكذا سكرتير يعني قال لي أسليمان عندنا مسج تباك تسجله فقلت أنا متى تبغى أني أسجل قال لي كذا وكذا خط نفسي ورح تسجل أذكر طبقة الصوت والعداء إن الرقم الذي طلبته غير موجود في الخدمة مؤقتا فضلا تأكد من الرقم الصحيح وشكرا بالمناسبة سمعتها الوالدة اليوم من الايام رفعت السماعة لتكلم بيت أخي ورديتنا بالصوت قالت حسبنا الله لي قلت لا لا هذا صوتي أنا لا بتقول كذلك أيضا الساعة كنا نسجلت عند الإشارة تكون الساعة الثانية عشرة وثلاثون دقيقة وثلاثون ثانية بس انتهت الطبقة كانت باختيارك لا هذا هو صوتك هو صوتك كمذيع لكن كيف تتفنن في العلقاء لأنك أنت تخاطب شرائع المجتمع فن العلقاء فن مختلف لا تستطيع أن توحد طبقة الصوت يعني أنت تقرأ خبر وفات زي خبر فوز منتهب مستحيل أولا علامة الابتسامة يجب أن تكون واضحة اللغة وأداء الصوت بيانات التي كنا نقراها في التلفزيون في القصاص يبقى لها قراءة مختلفة عن نشرة أخبار بيان من وزارة الداخلية أقدم المدعو كذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب لعلكم تتقول أقدم المدعو كذا معناته أنت الآن تخاطب شريعة تريد أن توصل هذه الرسالة حتى تأتي في آخر البيان لما تشوف هذا البيان نفسه أذكره يعني حتى حافظه ووزارته الداخلية شوف الأداء إذ تعلم إذ تعلم ذلك لا تؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استثباب الأمن لابد أنت كقارئ تتنون حسب مصدرية الخبر وأداء الخبر أما أن تقرأ نشرة أخبار لا تفرق بين جملة ولا مقول ولا قائل ولا غير ما يوصح وعبد الله أنا سعيد جدا ومتشرف في هذا اللقاء نفس الشيء وشرفتنا في بودكاست آيات وأحتاج أستم لكن أبغل ختمة تكون من عندك أستم لنا بودكاست آيات طيب إلى هنا أنا أذكرك بشيء كيف كنا نختم التلفزيون قبل ما كان يعني ينتقل المهت إلى 24 ساعة في الليل في الليل وهكذا مشاهدين الكرام قدمنا لحضراتكم تلاوة عطرة للقارئ الشيء عبد الله خيات من سورة الأعراف إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام برامجنا سنلتقي إن شاء الله ساعة العافرة من صباح غد الاثنين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته